اشتركوا في القناة وعكد سمو ولي العهد أن ما حققه معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع من نجاح يضاف إلى رصيد نجاحات مملكة البحرين والذي حظي منذ انطلاقته بدعم ورعاية جلالة الملك المفدى ما كان له الأثر البالغ في نجاح هذا المعرض الدولي عبر التنظيم المتقن والذي يعد دليلا راسخا على ما وصل إليه أبناء البحرين من تميز في إقامة وتنظيم الفعاليات والمعارض الدولية على أرض مملكة البحرين ونوها سمو ولي العهد إلى أن ما يتحقق للمملكة من نجاحات على الأصعدة المختلفة يأتي ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى والتي تواصل المملكة تنفيذها عبر فريق البحرين الواحد لاستمرار تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها جلالته عن شكره وتقديره لبرقية سموه المهنئة بمناسبة نجاح معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في نسخته الثانية وأكد جلالة الملك المفدى أن رفع الجاهزية الدفاعية والعسكرية ورفض قوة دفاع البحرين بكل الإمكانات والتقنيات الحديثة يعد أولوية تسهم في تعزيز الأمن والسلام الدوليين وتحقيق الغايات المنشودة معبرا جلالته عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يوالي بذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة واستدامة تطورها على مختلف الأصعداء ترجمة نانسي قنقر